الحرب تعود إلى وطيرتها بعد مرور أكثر من أسبوع على الهدنة المعلنة من طرف واحد فخلال الساعة الماضية حلق الطيران السعودي مجدداً وبكثافة فوق صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون بما فيها محافظات صعدة وحجة والحديدة منفذاً عشرات الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين سلسلة الغارات الجوية التي شنها الطيران على مدينة صنعاء وريف المحافظة استهدفت مطار صنعاء الدولي وجبل الحفى ووادي ظهر وظلع همدان وحرف سفيان شمال شرق محافظة عمران فيما يعتقد أنه استهداف لمرابض مفترضة للصواريخ الباليستية في هذه المواقع وشنت الطائرات عدة غارات على منطقتين الأعروش والوتدة في مديرية خولان الطيال جنوب شرق محافظة صنعاء بعد إلقائها قنابل مضيئة في سماء المديرية في استهداف على ما يبدو لتعزيزات تابعة للميليشية تمر من هذه المنطقة باتجاه جبهة الصرواحة وتأتي هذه الغارات في أعقاب اتهامات من جانب التحالف لميليشية الحوثي بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار المعلم من جانب الرياض وصلت حتى الأربعاء إلى خمسمائة وسبعة وأربعين خرقاً في عدد من الجبهات وفيما يواصل الطيران تحليقه المكثى فوق العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يتعزز الاعتقاد بأن المهلة التي فرضتها الرياض لوقف إطلاق النار تتعرض لإنهيار قبل انقضاء موعدها كما هو الحال بالنسبة للقرارات المشابهة التي أعلن طيلة الخمس السنوات الماضية من زمن الحرب لم يلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار كعادتهم بل وصفوه بالمناورة السياسية وواصلوا القتال في عدة جبهات فبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هاجموا معسكر الخنجر في مديرية خاب الشعف بمحافظة الجوف قبل أن يتمكن الجيش الوطني الأربعاء من استعادته وعلى المستوى السياسي ينصب اهتمام المبعوث الأممي مارتين غريفث بوقف إطلاق النار كنقطة جوهرية في إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن لهذا الشهر بوقت خل فيه بيان الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة مع ولي العهد السعودي من أية إشارة إلى وقف إطلاق النار فالاتصال ركز على المنحة السعودية الجديدة البالغة 500 مليون دولار والمقدمة لصالح اليمن لكن عبر الطريق الطويل للمنظمات التابعة للأمم المتحدة في وقت وعان فيه اليمنيون من وطأة الأزمات المركبة والملحة الناجمة عن الحرب ووباء كورونا والتساقط الكثيف للأمطار وتدفق السيولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر